أحد مستودعات الأسلحة التابع لميليشيا الحشد في كربلاء ينفجر ليكشف جانبا مظلما مما يعيشه العراق الجديد من فوضى السلح في محافظة كربلاء انفجر مستودع تابع لميليشيا فرقة العباس القتالية المنضوية ضمن ميليشيا الحشد فسقط عدد من مسلحي الميليشيا بين قتيل وجريح ولشدة هذا الانفجار وصلت بعض الصواريخ المنفجرة إلى قضاء المسيب والسد في محافظة بابل الانفجار الذي يعد الثاني في محافظة كربلاء خلال شهرين كشف في رأي مراقبين زيف الوعود الحكومية بحصر السلاح في أيدي قواتها الأمنية إن حصر السلاح بية الدولة وسيادة القانون واحترامه هما السبيل لبناء الدولة وتحقيق العدالة والمساواة والاستقرار وعود حكومية متكررة رأها المحللون أنها تصريحات للاستهلاك المحلي ليس إلا في حين يكذبها الواقع على الأرض فلا الحكومة ولا أجهزات الأمنية قادرة على سحب السلاح من أيدي الميليشيات التي باتت تسيطر فعليا على المشهد الأمني والسياسي في العراق عبر تمثيلها النيابي والحكومي ووجودها المسلح في الشارع ووفق هؤلاء المحللين فإن ذلك يعد بيئة مناسبة لانتعاش تجارة السلاح التي باتت أمرا يتم علنيا في بعض المحافظات بل وفي قلب بغداد الأمر الذي أسهم في انتشار عصابات الجريمة المنظمة كعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات كما أن هذه العصابات تكتسب قوتها من فوضى السلاح الذي تساعد الميليشيات في نشره حيث ترتبط بكتل وأحزاب سياسية تسيطر على مقاليد الحكم وفق أسس المحاصصة الطائفية ورغم النتائج الكارثية التي وصلت إليها الأمور في العراق كنتيجة للسلاح المنفلت الذي تتمسك به الميليشيات إلا أنه من غير منتظر أن تقدم الحكومة أو أي حكومة مقبلة في سياق العملية السياسية الحالية على حل ذلك الملف فالميليشيات بات لها الصوت الأعلى في العراق الجديد وباتت هي الدولة وليست الدولة العراقية ترجمة نانسي قنقر